الطرق الصوفية في مصر كثيرة وقديمة لكن يختلف الناس أو يتساءل الناس حول لماذا الحاجة إلى الطرق ونحن نعرف طريق إلى الله كل مننا له طريق زي ما بيقولوا على قلت المثل كل شيخ وليه طريقة فيعتبر الناس أنا أيضا في داخلي شيخ يعرف طريقه إلى الله سبحانه وتعالى فما حاجتي إلى الطرق نعم والله هذا سؤال مهم لأن الله ليس بيننا وبينه حجاب ولأن الله قريب من الجميع ولأنهم لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له هل ربك بعيد فنناديه أم قريب فننجيه فنزلت الآية الكريمة تقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان لكن المراد بالتصوف ليس معناه أنني أترك الصلة بالله أو التقرب إلى الله أو دعاء الله ولكن معناه أنني أسلك الطريق الحقيقي الذي يوصلني إلى الله فإذا كان هذا الطريق الذي يوصلني إلى الله طريقا مستقيما وكان الشيخ رجلا وليا أو صالحا مستقيما فهذا مما يفيد على الأخص باليد للخروج من أزمة خانقة يعيش فيها الإنسان إلى حياة دينية آمنة كريمة شكرا شكرا